الاختيار شكل فور الإعلان عنه موضوع اهتمام واسع من قبل المهتمين بشأن الكروي عربيا بشكل عام وبالمغرب بشكل خاص في طيات ذلك انتشرت ملسقات لصور ياسمب وفيديوهات وبرطريهات كلها تثبت وتذكر بالمستوى الكبير الذي يتميز به في أدائه حارسا لعاريني المنتخب المغربي وحارسا حاليا لنادي الهلال السعودي وقبل ذلك لنادي سيفيا الإسباني حيث حقق مجموعة من الإنجازات والأرقام في مسار قل ما ينجز حارس مرمى وأعلن الفيفا أنه من المقارن مكافأة أفضل حارس مرمى عن أدائه خلال الفترة من التاسع عشر مشار دجمبر عام 22 وعالفين إلى عشرين غشت عام 23 وعالفين ولئن كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد حصر مرجع التقييم في الفترة المذكورة إلا أن المعلقين عبر السوشال ميديا أجمعوا على أن بونو يستحق الجائزة عن جدارة بل إن منهم من رأى أن اللاعب الحارس كان يستحق قبل هذا جوائز حرم منها ومنها تلك التي آلت إلى مارتيناس حارس المنتخب الأرجنتيني ونادي أستون فيلا الإنجليزي ويتنافس بونو على الجائزة جائزة الباست إلى جانب حارسي ريال مادريد تيبو كورتوى ومانشستر سيتي إدرسون حسب بلاغ نشراه الفيفا على موقعه وسيتم الكشف عن اسم الفائز خلال حفل توزيع جوائز الباست للفيفا في الخامس عشر من يناير المقبل بلندن وأتم ترشيح خمسة لاعبين مبدئيا لجائزة أفضل حارس للعام 23 وعالفين اختيروا من قبل لجنة من الخبراء قبل أن يعلن الفيفا عن قائمة السنافس نهائي محصورة بين الحراس الثلاثة المذكورة أسماؤهم ومما يذكر في سياق التفاعل مع خبر إعلان الفيفا ترشيح ياسم بونو لجائزة The Best أنه ساعات فقط بعد هذا الإعلان خضعت المعطيات المتعلقة به بموسوعة ويكيبيدي على شبكة العنكبوتية لتحيين جذري أورد مجموعة من المعطيات التفصيلية حول مصار النجم المغربي وإنجازاته ترجمة نانسي قنقر